أصدقائي العزاء صباح الخير على الجميع صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا بمشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخوة أم واو سين حارة يعني خروف متقطعة قلت لها أختي العزيزة خيرها حسميتش أم سحر قالت براحتك أستاذ أم سحر أم سحر تقول الأخت أم سحر لفت انتباهي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أعضاء مجلس محافظة بغداد اللي ما صارهم خمسين يوم من انتخبوهم أو باشروا بعملهم سدود يعني سووا لجنب مجلس محافظة بغداد هما طبعا هواي أعضاء مجلس محافظة بغداد قالت اختاروا أربعة أو خمسة من هذول ألمان لتخصيص قطع أراضي لأعضاء مجلس النواب ثلاث أعضاء اختاروهم أن يكونون يختارون يعني مناطق خاصة وتوزيع قطع أراضي لأعضاء مجلس النواب زين مجلس المحافظة العفو مو مجلس النواب تقول أنا صالي 27 سنة بالخدمة بزارة الصحة أنا خريجة معهد الطب الفني اختصاصي تحليلات مرضية تقول 27 سنة وما أملك شبر بالعراق سنتمتر ما عندي سنتمتر ما أملك بالعراق أو دولة الله يطول أعمارهم عظام مجلس محافظة وغداد مصر لهم خمسين يوم وسووا لجنة لاختيار مواقع خاصة من أجل توزيع لهم أراضي تقول هي هاي العدالة يعني لو أنت الزوجنا لو أبننا يروح يموت يستجهد حتى يطونا قطعة أر أشو كت يطونا؟ مو كتننا الإجار ومتنا من الإجار مدى نلحق على حياتنا تقول أنا عندي خمس أطفال وزوجي يعني مريضة تقول مرة يشتغل مرة قاعد يعني أنا حسبة قاعد عن العمل الراتب شي كفي كفي أجار تقول والله أنا أجار بيت 350 وما ينسكن بيه من الرطوبة من الأذية ينباوع على هاي العمارات ينباوع على هاي البنايات الشاقة المن هاي مادي المن كل شقة بـ 100 مليون وـ 200 مليون وـ 300 مليون وـ 400 مليون مون يقدر يشتري وإحنا راتبنا يا دو بيسد يعني هم ميسدنا الراس الشهر إلا نتداين عليه والباقي عليك حجي وأتمنى لك كل التوفيق إليك والقناتك ومشاهديك ومشتركيك أولا أختي أنا قلت لك هسحليك أم سحر أم مازن يلا أم سحر هسحليك أختي العزيزة أم سحر أنا أيضا شاهدت هذا المنشور حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وظليت أفر بإيدي يعني هي هاي العدالة هي هاي العدالة ما تقولوا لي إش وقت الشعب يحس أكو عدالة يوموا تدعون أنتو كلكم إسلام كل الوزراء وكل النواب وكل مجلس المحافظة وكل اللي يحكمنا يدعون بالإسلام ويدقون القرآن بالراديو وبالتلفزيون والأذان والمناسبات الدينية يا ما كثرها ما يصير عضو مجلس نواب يا أول ما يخدم تدطو قطعة أرض وتدطو تحسين ظروف معيشة مجلس المحافظة تدطو مخصصات وحماية إليه والسيارة وتشمالها راح تدطو قطعة أرض شنو بقية موظفي الدولة اللي يشتغل بالصحة يشتغل بالمواصلات بالعدل بكل وزارات العراق الناس الكسبة الناس اللي تشتغل شغلات أهلية اللي يشتغل حمال اللي يشتغل حداد اللي يشتغل بناء يعني ما يملك له متر أو سنتمتر بالعراق هي هاي صايرة يعني أنا ألوم ما لوم السيدة محمد الشاء السودان ألوم القبلة والقبلة 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 من 2003 إلى حد الآن ذاك النظام راح معلنا به هسا هذا النظام الجديد هذا النظام اللي يقبل النقد ويقبل كل شيء وين هالمجمعات السكنية اللي يبنتوها ليش اطيتو هاي استثمار ويتباع مليارات مليارات الدنانية ليش كانت طوها الشركات الصينية الشركات الروسية فرنسية كائن من يكون كورية وتقولونهم ابنونا مثل مجمعات باسماية مثل مجمعات باسماية ابنونا نص مليون شقة بالكرخ ونص مليون شقة بالرصافة تفض شغلة السكن بعد ماكو بس انتو دي تبنون هاي العمارات الشاهقة بمطار المثنى وبغير مطار وبالمنصور وبالسيدية وبالداودي اخذتوا احسن الاماكن احسن الاماكن اخذتوها وطيتوها استثمار واعتيادي اهل الاستثمار اخذوا رشوة لا تقولوا لي ما اخذوا رشوة أنا ما دي بيهم ما اخذين لا لا بس اكيد مليار مليار بالمية اخذوا رشوة وطوهم هاي الاراضي معقولة بدون رشوة هسه مجلس محافظة بغداد عميتو ما صارتكم خمسين يوم شهرين ما صارتكم تشتغلون تردون قطع اراضي هي هاي عدالة هاي تخدم لك سنتين ثلاثة اربعة راتب وحماية او قطعة ار تاخذ لك باحسن منطقة زن والبقية والمعوقين والمعوقين ذا كلهم احد الاخوان يقول احنا من السجناء السياسين محافظة بغداد يقول ماكو مجال انطيكم ليش ماكو مجال مو ذولة اكلوا الويل ذولة شافوا الضيم السجناء السياسين اتدمروا عوائلهم انهتكات عوائلهم النظام حاربهم ما حد كان يحجوا يهم ما حد يزورهم ما حد يجاملهم ما حد يسلم عليهم اصلا لان هذا ابن مسجون بغرب سياسي لو ساب بالسلطة لو حاتشي لحكاية لو ما دي شنو يلا يا اخوان نسحنا على قولة احد الاخوات تقول والله ماكو داعي تاعب روحك وتحتيه لان المسؤولين كلهم يطوقي لاذن الطرشة ماكو داعي تحتيه وتتعب روحك احنا نقول لك يا اخت العزيزة احنا نظل نحتي عسى والعلى والعلى وعسى انفد يوم من الايام احد المسؤولين يسمع يسمعنا احنا شنحتي يسمعنا احنا شنقول وينفذن مثل ما داشتشوفون انتو بعد بعينكم يلا يا اخوان هسا نقولكم مع الف سلامة وعاش العراق